هههههههههههههههههههههههههههههه سبحي لهم اي مولا للقصه و الا كرب أخبرش منضحك و بالنسبة للفنات سبحلا القصه و هذه الشعر ستعرفوني لش كنت كنت انضحك الجميلات ديالي اميراتي الفنات اللي بنوري لي الحياة نسبة الناس كونوا باخير مرحبا بكم كاملين فكيدنصا مع شعر زاد و هانتوما كيفما وعدتكم كبيلة هانا رجاة معاكم ف القصة الثانية قصة كوميديا تقتل بالضحك و كنا نتعذر مرة اخرى لصاحبة القصة هو لك الغرب الله المهمة للغزالات نتطول عليكم كثيرا و ندخلوا مباشرة القصة ديالنا اسمتي حاليما و اليوم جيت نعود لكم حكايتي و مجرى فيها و غدي مداليكم القصة ديالي من اللول ديالها انا فاش بديت كان عقل على راسي لقيت راسي عايشة في درجة جديد في الاول ما كنت شعر فعلها حتى كنت فهمت ان الاب ديالي مطلق مي امي ديك صاحة كانت خدامة و انا عايشة معهم سما انا في الاول يعني فشي الله بديت كان فطن كنت مي كيسحب لي يا اختي و كيسحب لي يا امي و ابا يعني جدي و جداتي هما الاباء ديالي الاصليين المشكل لا اشف هذا الشي كامل اللي ادتلكم المشكل ان هذه الدار كانوا في عرام دل عباد الله من غير نهالك يجوا اخواناتي وولادهم هادك الشي علاش كنت لابت تقولي الكلمة دروري خاصك تغوتي باش يسمعوك لانك انصداء والغوات من الاخر كنا واحد العائلة هاي طوقية ما تقدر يش هدريب شوية ولا تتعاملي مثلا بالصواب و بالاداب كل شيء عندنا بالزربة و كل شيء عندنا بالغوات و هكا كنت كبرت و هادك الشيح اللي تعيني ايه كنت واحد البنت اللي كثما كان قوله شرعة ما كان خلي حتى شي واحد اللي اديني و اللي احقار علي اللي كي قولي ايه كلمة كان قوله عشرة و اللي كي ضربني كان نتفو مهم كنت قبيحة من الاخر بقينا هاكاك حتى كنت دخلت المدرسة و كنت واحد البنت اللي كات قرن زيان و دكية المهم بقيت غادية و كان كبار حتى شي حاجة ما تبدلات بالعكس كنت غادية و كان قصاح و خاصة في الوقت اللي وصلت لسن ديال المراهقة لبنت كاملين كان صوت ديال هم مرقيق و كيدوب شوية الا انا كنت لها دارت مهاكن زلزع لك المخ ديالك كنت كان هدر بالغوات و كي يشوفني كي يسحبني غير مضاربة و نارا غير كان هدر و ناشطة ما اعرفش البنت كيفاش غادين نوصف ليكم ولكن الهادرات بيالي كان بان مثالي لها دارت مهاكن في حلوة معصبا و في حلوة غير كان شرح ليك هذا ما كينش جرام ديال المشكل المهم سنبدأ نكبر حتى نأخذ الباكت يالي ومن بعد سنقبل في المدرسة الأولية التجارة وتسير المهم سنبدأ فيها قرايتي وهنايا سأجيني المراهقة وهذا سأجيني لباس وانتقاد ونقلد لبنات ونهضر بشوية كنحاول أما في دارنا ما يمكنش نهائيا نهضر بشوية لأن الدار كيف مكلكم مكانش كبيرا تساف وكنفاجه وقالي العباد الله وكل شي كان يهضر بالغوات يعني أنا في حالة ولو عندي شو الشخصيات الشخصيات اللي وصدارنا اللي كنت هاي طوقية لغوات وصدعت حتى بصيل كنت خاطفوا عليه وكينا الشخصيات الأخرى هذيك البنت المؤدبة المسولة المصيوبة مهم راكم عارفين صافية هذيك بقاة الأمور هكاك حتى غديت ديبلوم ديالي ومن بعد توضفت فوحد الشريكة ودس مدة حتى لوحد النهار غدي نتلاقى مع واحد كيلي ميني واحد دري والدائي حتى هو قاري وقدم زيان مهم سيد كيف شافني بدأ لي سعلي سعبة كومون فعتي وديك الهدرة مهم بقيت كنهضر معاه وغاد بها في السيستام غدي ندوز معاه البنات ست شهور ست شهور تلحبه الغارة مولعيش قل هو يام ست شهور ديال التليفون كنقول ليه مهم بقيت كنت عامل معها هكاك وهذاك شي ديال الأونوطة ودك شي كيف مكتلكم تلحبه الغارة في التالي كنت عجبته بساف وكان هضر معه والديه وقال ليه غدي نجي باش نخطبك من عنده والديك قلت له سيدي مرحبا بك اجي في اي وقت بغيتي مهم كنت علم سمارين الدار وكنت علمت حتى الواليد وقلت له روحة سيد غدي يخطف فيها الأمور كاملتي سرعت ووجدنا عليها وده دوك الناس وكنت بسمعها عائلتي وقلت له هون كان قسم فمي بالله وشي واحد يرفع صوته يحسن قطعوا ليه قالوا لي هاي 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 الشيك غير كبرتي وبدي سيك ادخلي الفلوس وتدوري معنا صافي دارتي علينا قلت له وغدي تحشموني مع الناس الناس ره من دوك الناس الأليبة لكي يأكلوا بالمفرشة طول موز وجمعوا لي رأسكم معايا شوية المهم العائلة كان ينقلوا لي واخالة وفعلا كانوا داروا لي خاطرهم بعد ذاك النهار المهمة البنات دووزنا هذيك الخطابة من مورا هاداك الشي كوز قلت لسيد مكيل لاش نبقوا في خيطه باتي سافي دووزنا الخطابة وتتحارف مبيل العائلات دابا نوز دوا رأسنا ونطلقوا نيشان عند العدول نطيحوا لقد ومن مورا هنديروا العرس ديالنا ونمشي معاك والسيد كان موافق على هاد الشي سافي بدينا كنوز دوا رأسنا كان هو داجا عنده الدار بدينا كنفرشو فيها كان قدر أمور كاملة من بعد كنا بتجمعنا الوريقات مشيت عنويات كاتبنا حددنا الموعد ديال العرس وكننا درناه لقى عالب ناس كيفاش دائرة ونقفر من قوش لكم شكون وعد الكوافورة ودل القروب مهم عرس على أعلى مستوى خسرنا في الزباب لدينا الزباب لدينا الفلوس وطبعا العائلة ديالي الماسونة كانت حاضرة انا في العراضة كنت عزالت وعيت غير على الناس الأليبة في العائلة ديالنا وخاك في مكتلكم حنا عائلنا منطرف كل شي حيطوقي حنا مش نقول لكم شمكارة ولا نهائيا خوالي كامل يزعم داخلين سوقراتهم ودك الشي ولكن ما عرفت كيفاش نوصف لكم كانوا حرشيين في هدرتهم ضحكيين شيطيين لا تقول هناك جشان رanchو حجم جدا عائلة نحنا في شكل كانوا كل شي عندهم بالغوات وكلهم شي يكون قيهضار معاك فحنا مضاربوا وياك وما عندهم ش نهاية عدم الحوار . حيال ثبها يهضار والاخر يهزف تسناح ايكمل هذا يهضار و هذا يهضار و هذا يهضار و هذا يهضار و و هذا يهضار ونا كنت نقلصوا مستوى من هذا الشي كامل و الله سكنوا فهمه كنت سمسمعوا هذا الهات و هذا و هات وأنا كنت سفهمي تجد الحوار في الغادي المهمة البنات عاية كيف مكتلكم نقيتهم يعني عباد الله اللي عرضت عليهم في العرس غير هذو كل منقعين الناس اللي بين فيهم اضطوا وبصيت ومكتلهم ما تحشمونيش مع عائلة العنيس قالوا لي يكوني هانية المهم جاو حضروا كيف بده تديل جي خدام كل شي بده كيشتف شاو نقول لكم شي شطيح ما هو شطيح واحد الحالة ما هي حالة والراجل المسكين غير كيشوف اما عائلتهم ساكن كلهم بقوا حالين فمهم مهم دوزنا هذا العرس بالكشايف ومشيت انا والراجل المهم بقيت غادية في التمثيلية ديالي اصلا هذا الجو مبقاش عاجبني ديال الاخوات وانت كنظر معها بشوية وراجلي كيهضر بالاداب وبصواب شنو بغيتي نسيبلك معايا الشي قهيبة مهم دك الشي ما نقول شليكم عليه ونعجبني الجاو وكنت عيشة معا بخير على خير والأمور طبيئية نهار اللي كيقول لي المشول دهار كتش دني الرعدة كان هز التلفون ونعيض ونوصح التنعية ونقول لهم والله يرضي لكم إلى جراجل دويو غرب شوية ودويو واحد بواحد وخيديو أحيلي وحيدوا علي المواضيع ديال الزمر سافي ما تهضرواش فيهم كيقولوا لي يا واخا كوني هانية تخيلوا كيف كان دخلوا كيبدوا يهضروا معا بالأداة وبصواب حتى وحد شوية كل شي كيشعل وكل شي كيهضر اختراو حدا مهم راجلي ما كيف فهمعته شي حاجة وكيبقى غير يشوفهم ويشوفيها وكيقول لي يا سبحان الله اللي شافك ما يقولش هذه هي عائلتك انت يزبارك الله حنونة ودريفة وصوتك ما كيتسمعش كيفاش كنت يعيش معاهم كلو راما أن شجاع كندوي معهم المهم سيد غادي معي على هذاك الرتم لكن كين عند باله انني انا كتنكي ليميني او إلى البيشاء واللي عمرها دار وانا جزتתי في الدور simples وخيح عصبني كنت احاول لحل مع اداة شيء بهاته وى وقت Aciقل يتحاول نحل مع هداة شيء في الحوار وهذاك الفويك في شوية هي' واخلا log Ramemou heli بطريقة ديال القديمة. في حالة انا بديت كن ربي راسي بشوية بشوية. ولكن ارى كنقول لكم ما البناء اللي في شي فيه. رأى اللي في شي فيه سلا يودر ليه الترنوفيس وهات شي اللي وقام معايا انا. المهم خنبقى جهرة مع هاداك الراجل احتغن دووز اناوية خمس شهور. في واحد نهار كنا في الصون ترفيل. انا بعد دليل الاشارة كينا في كازا. كنا في الصون ترفيل والدنيا كانت عامرة. وكنت ركبا مها في الطموبيل. وهو ادارب لك الكوستوم وانا ادارب لك واحد جوبة الركبة والليبة والصبابة والطالون والقوية من جميل الفوق والصويق. مهم ما نقول لكم ايها كليمينيات. وخارجين وكانت تحكوه وكانت ادارب لوقيتها. تموبيل ديال راجلي غطت قيس تموبيل ديال واحد خيناء قدامنا. وراجلي عنده حديدة. وهذا السيد اللي قدامي. محي حقرته ولكن عنده برويطة. وفوق من هذا الشي هو اللي غالط. المهم راجلي كيف قاسله التموبيل. كان وقفه. ما تسمعه قاسه قاسه قاسه. يعني ماشي شي ضربه. المهم انا جديت راسي ذلك الساعة وكان سهم 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 سهم. راجلي ذلك الساعة كان جبدو الوراق بالزماعية لسيرونزياله. شوفوا ما سيقوموا معه. سفتولي الكوستاتر. سفتولي الدباناج. سفتولي الطموبيلة. مهم يقوموا معنا شي حاجة. يلا جبدو الاخر. هذا الحمار اللي كان في الطموبيل الأخرى. نزل. ونزل المرت وحداه. وقسله ديال الدراري. وكشك شو خارجين. وكيف شف طموبيل ديال. و بده يخبط في الطموبيلة ديالنا. وكيقور راجلي واش ماك شف شفش وش ماشي قل لكو للبيرمي وكيغوت على حرجه ده. راجلي تخلاح. انزل المرت ويقوله غيرب شوية. موقاع ولاو. احنا قد نشوفه. نعودك. نشوف كيف هاش ندير معك. انا كان قل لك غيرب شوية. وسيد فش بيليها راجلي. يقلي والودك الكوستيم. وسيد بليلاق ومزينك من حدو الحنيكات. حالة ما غيرتني. المهم بده يغوت. وكيغوت. اشتركوا مناغر ليلة ما. هل انتشك لمعطاك البرمي والشما الاخي لا تجل متقدر إلي انتشك نأتي البقك و اشترك ريولي التموبيل تادي اخر Absolutely انا ما عنديش الوقس و انا ما عنديش الوقس و الرجلي قل له كل شي غاديت حل لا تسيغانس غاديتش و غاديتش ما اشي مشكل عنا الهدامة طريقك. انا عندي توريسك ما عندي توريسك يقول لي انا حايد عليا لسيرونز. انا حايد عليا زمر! و انا كان يقولوا الرجل يأتي معك بشوية مرات قدوية بشوية يقول لي انا مداويش معك امتية انا دوي مع احد البوكيمون المهم مني 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 سيد ما بغش نهائيا ينزل قلنا شوية كنقوله تهدر مرتو حتى يبدأت كتشغبق وكتقوله خسرتونا الطموبيل ما خسرتونا الطموبيل البنات انا تم ايض منصبر ولكن هذيك الهاي طوكيه اللي فيها لداخل خرجات ونقوله اه الشريف والعمالة انا لم تسكت لك شوية وبنت لك الميني ويجب ان تسحقر عليها انا لم تسكت لك شوية انا لم تسكت لك شوية انا راجلي مرديش لي البال هو راجلي مسكين كان في حال الدهول ما حرفش بالضبط اي ما هو واقع وهي مهم داك الجلاخة اللي يخرج ليها لحياتي بدك يتهز و يتخبط عليها و يقول لي اسكسي ولا نقسمك قلت له لك انتي راجل ومزغرت عليك مقمد عليها يديك لما انا ربي والديك و نضيع عليك هنا الباطن و نجمع عليك ام تلائلة انا رأي ما كنت تسمى في هذه اللحظة رأي ام دي العباد الله كنت ملاقي كنت كنت تضير علينا من غير الكلاكسون و تشعوك و يقول زحم 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 لا نقول لكم واحد الحالة مهم الناس يقولون يا الله يهديك اختي ما الله يهديك اختي و اتقى الله و لا تدارب و لماذا ندارب معه هو اللي يريد يضربني هنا قدامه انا اصلا مساعدة لما عليها هذه المنطقة فعلني اصلا مساعدة مصير اختي اختي اخي اضربني والماذا ضربني حتى نمت و اصلا مساعدت لقلت له ما اقلت له روية اصلاب فيها اصلابونا لدينا معها قلنا لهم هنا هم سيجوا المقديد و اقلت يا después يأخذ الى انا و هاشا يأخذ يقول يقول لها يخلصين عن头 قلت قلب و اخذي اخذي لن يستخدم الدرهام نحن يأتي البوليس والكوستاتر ومحاولك هذا المهم انه يوم هنا ماء المهم السين بدأوا يحضرهم مع الناس يوم هناك الناس وعندهم أخاف تفهمون وقالوا الله من يأخذ من عدنى الدرهم بالرب المعبود لم يأخذ الدرهم كيف يجبون يقرون وكيف يصدره وكيف يجبونه لا يجبون يأخذ من عدنى يجب أن يأخذ من عدنى السلامة وعندنا في كل مكان وعندنا على الكوستاتور وقام في الطريق المهم هي السيد يبقى يدور مهنا من الهي حتى كنا عرفنا أن السيرونس مقاد يالي شافحت عيه ورّك على الكسيراتور وكنزل وانا وراجلي كنا وقفنا في الجنب وقتني للكوستاتور حتاجها عودنا له الفير كاملة وقلنا له السيد مشى وعطينا لهذا الراقم في الطموبيل دياله وكن مشى المهم راجلي مدوا معي متكلم مشى نتغذينا من مرازنا نيشا للدار ادخلنا سيد كيشوفيه ما يهضر ما يتكلم وانا حاولت ان نرجع هذه البنيوتة الغزي والزوينة التي تضرب شوية مهم دخلنا الراجل مدوا معي متكلم بقجة التليفون وقل شوية كيشوفيه وكي نزل عينيه شوية خايفة ضربية في حال هاكاك مهم انا كنشوفيه ما بغيش نعلق وما بغيش نبين تخلي الأمور تدوز هاكاك غادي تدوز هاكاك سيبينيه ونحن نقص في البنيوتة سيبينيه ونقص في نهاية حتى نشعر بظهري في الزق لا أعرف كيفية تبينة ونقول هذا الشيء في الأول لم يكن نحلم بشيء حتى حلية عينيه ونقص في الظهري ونقص في الزهري حتى نشعر بيوز ونقص في الزهري ونقص في النموسية اللي نعص فيها ونزار فيها كيفية الجواء أنا لم ترأت من هذا المنظر ولم نعرفت في الزهري ونقص في الزهري كذلك كنت مانت جعلت الحالة ونقص في العاشة أنا لم أعرفت كيف مانت المهم مانت هناك تتأكدة سوف اتشهد بشيء لا نعرف مهم كان نضي لا يوجد الان وانا كنت قاعد في الصالون وانا نعس في البيت و من تلك الليلة الى اليوم الان عايش اعنويا فحل خوتة في نفس الدار كانوا أخرجوا و لكن ما عمروا لم يذلقاتني ولا أقرب لي و فش كانت ناقشوا او كانوا أخبروا على شيء مهم هذا الشيء اللي قلت هو اليكين لم يكونوا يتناقش معي كيف ماللوات ويعطين رأيو مثلا نقول له هذي حمرة وهي قدرت يقول لي اه حمرة وكي يسد الموضوح من خير الوقت اللي كان قلسة وكان دورك القصيد كان يشوف فيه وكي يشوفني شفت فيه كي يحضر عيني كيدير شي تصرفات شي تصرفات كيدخلوا الشكل الراس في الأول ما تصوقت شو قلت الدنيا هانية وقلت سافي خلي حتي يبرد راسه يمكن تصدام فيه ولكن البنات هذك شي رداز على حده هاد شي اي كان عاود لكم دابا رهدست عليه شهرين ونصف والسيد الى يومنا الان باقي على نفس التصرفات هو البول من ذلك الليلة لم تقشبها ولكن معايا انا شغان قلليكم ولكن يحاول انه يتجن مني وميتعاملش معايا خايب وكي يحاول انه ميقصبنيش بزاف الحاجات اللي كنت كنت نتناقش معاهم فيه مثلا كي يكون حاجة ويخليها في بلاسها سباطه ما كانش يردو البلاسه كنت دائما كنقول ورد سباطك من هالي وقع هذا المشكل سيد كيف يدخل من الخدمة سباطه ويضعه في بلاسه ويضعه في بلاسه في حال السيد خايف مني ولا ما نعرف وفي نفس الوقت اللي انا يدخل لي الشكل يعني مدام هالسيد لا أريد أن يتفارق معايا انا البنات اليوم تالفة لا أعرف كيف نتعامل معاه لا أريد أن نشبه مع هالموضوع لا أريد أن نكبره في نفس الوقت الموضوع كبير كنت كنت أحاول أن نجعل المشاكل الوقت يتحلل بوحدهم بشوية بشوية غينصة ولكن السيد كي يفعل هذا الشيء أطر عليه وتخيلوا راجل بشكل لاغمه كان نتعامل معه وهو يترحد وهذا الشيء أنا نتعامل معه غير بشوية انا لم أعرف كيف نتعامل معه وماذا هو تصدنفية وماذا لم أعرف كيف نتعامل معه اللي حارفة أنه علاقتنا من ذلك النهار صغيرة 180 طلعشة أنا اليوم مجيز كنت أعود لكم قصة حينت بغيتكم تنصحوني و تقولي كيف نتعامل كيف نتعامل مع هذا الراجل كيف نتعامل مع الموضوع كيف نتعامل مع الموضوع هنا سنة القصة لا تنسوا اراء و تعليق مع صاحبات القصة و لا تنسوا اشتبع من تعليق هنا لا تبقى ليا إلا نقول لكم حبيباتي ما سخيتش بكم كات معكم شهر زاد لكات حماق و كات متعليكم شكرا 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 شكرا